اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتقرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة استعرضنا وعلى مدى شهور الام المعلومات المتجددة والمستجدة عن الاصابة بفيروس كورونا المستحدث والمرض الذي يسببه وهو ما يعرف باسم الكوفيد ناينتين ومن نطاق المسئولية المجتمعية عرضنا المعلومات عن هذا المرض والاوبئة وكيفية انتشارها وكيفية الوقاية والدرجات البسيطة والدرجات الشديدة من هذا المرض ويمكن لحضراتكم متابعة المقالات التي اقوم بنشرها على موقع المصر اليوم وهي تحمل اسم متى ينتهي الوباء السؤال اللي بمليون جنيه اللي كل الناس بتسأل عنه هل سينتهي الوباء في مصر ومتى سينتهي هذا الوباء وحقيقة الامر ان الوباء لن ينتهي الا اذا كان في حاجة من اتنين هيحصلوا حاجة اسمها مناعة القطيع 60-70% من البشر يصابوا به ويبدو ان هذا بعيد المنال حتى هذه اللحظة او ان يكون هناك لقاح ليتم تطعيم الناس به فالناس تكتسب مناعة ضد هذا المرض وهذا يبدو في القريب العاجل انه ستكون هناك انباء ببشرة لكن لا يبدو انه قبل ما يقترب من عام حتى يكون هناك لقاح مؤثر ويتم تطعيم البشر في انحاء العالم به والى ان يحدث هذا سيظل هذا المرض موجود ومستمر ومستقر في الحياة ويغير نظام الحياة وعلى البشر التعامل معه وتكاثرت الاقوال في الشهور الاخيرة عن كنفية انتقال هذا المرض والاول قاله انه بينتقل بالتلامس وان ما تلمس بيدك وبعدين قل الاعتقاد في دل انه مرض حديث وظل الاعتقاد ان هذا المرض ينتقل بالرزاز وبالتالي كان اكدنا على ان التباعد المجتمعي وعلى ان استخدام الكمامات له اهمية قصوى وفي الحلقة السابقة اتكلمت مع حضرتكم على الجدال المصر الشهير من العينين المصريين لما نقول له حضرتك حررتك علي دا كورونا يقول لك لا يا دكتور دا دا عالية حاجة بسيطة دا ما عليتش هالليوم دا عالية يومين بس دا درجة بسيطة دا معقول دا ما عنديش كحة هذا الجدال المصري المعطأ الذي يشتهر به المريض المصري عموما يعني خاصة والمرضى عموما لكن المريض المصري له اهمية خاصة هذا الجدال كان بيعقبه سؤال اللي يقول لك وانا حيجيلي منين دا انا بقالي شهرين تلاتة ما بخرجش من البيت حيجيلي منين يعني مش دا بينتقل بالرزاز دا انا ما تعرضتش لحد الى ان اقرت منظمة الصحة العالمية بصحة التجارب والدراسات التي اثبتت ان هذا الوباء وهذا الفيروس is airborne يعني ينتقل بالهواء يعني ايه ينتقل بالهواء وايه الفرق بينه بان يكون دروبلت ينتقل بالرزاز بالرزاز يعني انت تقف قدام حد فتتعرض للرزاز اللي طالع منه وبالتالي حينتقل لك اما ما شهده الاسبوع الاخير من اعتراف منظمة الصحة العالمية بان هذا الفيروس يبدو انه ينتقل بالهواء يعني هو airborne ينتقل بطيارات الهواء معناه ان حضرتك بما انك على قيد الحياة وتتنفس اي واحد بيتنفس هواء فهو يمكن ان ينتقل له هذا الفيروس وهذا المرض وبالتالي بلاش بقى الجدال بتاع حيجيلي منين وانا ما بخرجش وانا ما خرجتش وما روحتش الى العيادة عندكم وانا ما روحتش اي حتة وانا ما بروحش في اي حتة وانا ما بخرجش وما حدش فينا في البيت بيخرج وانحنا قاعدين في ام ام بما انك على قيد الحياة وتتنفس الهواء فيمكن ان ينتقل اليك لانه اثبتت الدراسات الحديثة ان هذا الفيروس ينتقل بالهواء نشوف الصور اللي معنا اول صورة هي ما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية التي اضطرت الى الاعتراف بالدراسات كانت لا تعترف بهذه الدراسات بدأت هذه المنظمة في تعديل ارشادتها تجاه كورونا بدءا من ظهور دلائل تبدو انها قوية ومتزايدة على ان هذا الفيروس ينتقل بالهواء بمعنى انه ليس بالضرورة ان تتعرض لرزاز من شخص مصاب واقف قدامك لكن بما انك شخص على قيد الحياة تتنفس الهواء وهذا الهواء الذي يسري ويتنفسه البشر كلهم قد يكون وسيلة لانتقال هذا الفيروس والدراسات التي اثبتت هذا والتي اكبرت منظمة الصحة العالمية على تعديل ارشادتها هي هذه الدراسات اللي حنشوف جزء منها نشوف الصورة التالية الصورة اللي بعدها اللي بتقول ان في دراسات كتيرة منهم بيقول ان يجب ان نعترف بالادلة بان الفيروس ده ينتقل بالهواء حتى كلمة الفيروس التاجي المحمول جوا يبقى ينتقل بالهواء وليس بالضرورة من خلال الرزاز كون انه بينتقل بالهواء معنى ان اي حد ماشي في اي طريق قاعد في اي بيت بيشم اي هواء وارد ان ينتقل له هذا الفيروس طب ايه هنضيفه في الارشادات بتاعتنا لا مش هنضيف في الارشادات بتاعتنا سوى اننا سنؤكد على هذه الارشادات والتباعد قدر الامكان وان نبطل الجدال بتاع حيجيلي منين بما ان حضرتك بتتنفسها وممكن يجيلك نشوف الصورة اللي بعدها وتغيير تقييم منظمة الصحة العالمية لخطر انتقال العدوى وان المسافة ان مسافة متر بينك وبين اللي قدامك دي حاجة تكفي او متر ونص او مترين تكفي بان تمنع انتقال الفيروس لانه ينتقل بالرزاز من شخص مصاب الى شخص سليم هذا الكلام تغير لان الفيروس ينتقل بالهواء وبالتالي اصبح التباعد والالتزام بالكمامة وتجنب الاماكن المغلقة سيئة التهوية الكلام اللي بنأكد عليه بقالنا شهور شيء حتمي جدا لتقليل وليس منع لتقليل نسبة الاصابة بهذا الفيروس الصورة اللي بعدها اللي كانت معلش نسيب دي ونكيب الصورة اللي بعدها طيب ممكن اعلق على دي خلوا معلش نرجع تاني وحاولوا تكبروها شوية دي النشاطات المجتمعية اتقسمت بالمنظمة الصحة العالمية وبالمنظمات المختلفة النشاطات اللي امنة اللي هي باللون اخضر حتلاقي منها مثلا انك تخرج في الهواء الطلق الخروج في الهواء الطلق ولو ان احنا لسه بنقول الفيروس ممكن ينتقل بالهواء لكن طيار الهواء الطلق زي ما بنقول كده للمصريين من زمان انك تشم هوى ربنا اللي في الاماكن المفتوحة وتتعرض للشمس والاضاءة ده ما فيش منه خطر عالي هنلاقي بقى الخطورة تزداد كل ما بتبقى الاماكن مغلقة وسيئة التهوية وتصل اعلى درجات الخطورة في الحانات والبارات والاقاعات المغلقة زي اقاعات المسارح والسينما لان دي اماكن مغلقة سيئة التهوية وفيها تجمع عالي لمجموعة من البشر متقربين جدا وبالتالي هذه بتقسم النشاطات الحياتية النشاطات اللي في امان عالي واللي امانها متوسط واللي نسبة الخطورة منها واردة واللي نسبة الخطورة منها شديدة كل ما يكون المكان مغلقا سيئة التهوية تقارب البشر فيه عالي كل ما احتماليات الاصابة بتبقى مرتفعة هتلاحظوا كده التوزيع الجغرافي في مصر فيه تلات محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وما يطلق عليه القاهرة الكبرى هم الاعلى اصابة ليه؟ شوفوا ايه الاماكن وايه الخط وايه الوسيلة اللي موجودة في المحافظات دي اللي فيها تلاحم بين الناس عالي واماكن مغلقة وسيئة التهوية نقوم نلاقي نسبة الاصابات مرتفعة وبالتالي تجنب الاماكن المغلقة وسيئة التهوية شيء هام جدا التباعد المجتمعي ارتداء الكمامات والكمامات دي ومش بس طلع الفيروس بينتقل بالرزاز طلع بينتقل بالهواء طب الرزاز خطورته قد ايه؟ ويعني اي رزاز كده حد بيتكلم قدامي وانا تعرضت للرزاز بتاعه وده يمثل مشكلة في العدوى حنقول الكلام ده ونتكمل حديثنا بعد فاصل قصير فاصل ونواصل الحديث عن طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا المستحدث ومرض كوفيد ناينتين ونرفع كف الدراعة لله ان يرفع عنا الوباء والبلاء فاصل وبعد الفاصل نواصل بشة خير اهلا بحضراتكم وعودنا اليكم بعد الفاصل وانا استكمل الحديث عن مرض كوفيد ناينتين طيب قلنا ان الفيروس بينتقل بالهواء ده الحديث وان من المتعارف ان الفيروس بينتقل بالرزاز طيب الرزاز انا محتاج اتستقبل الرزاز قد ايه؟ تقريبا عشان يصبني العدوى يعني اي رزاز كده واحد طلع من بقه اي رزاز وانا عديت قدامه هو مصاب ده هيؤدي الى اننا يجي للاصابة لا انت محتاج تتعرض تقريبا لالف جزء من الرزاز حاملا الفيروس علشان يحصل ليك عدوى طب لو اقل يبقى غالبا مش هيحصل طب لو اعلى طب هو اقلف لازم هيحصل عدوى لكن كل ما يبقى الفيرال لود المواجهة للرزاز والفيروسات اعلى كل ما احتمالية الاصابة بتاع حضرتك تبقى اعلى طب هو احنا بنتعرض الرزاز ده يمكن حسابه اه يمكن حسابه ممكن نشوف الصورة ولو انها مش واضحة اوي انا هحاول علق على اللي موجود فيها لما حد بيتنفس بياخد نفسه كده بيخرج منه رزاز حوالي عشرين في الدقيقة طيب ولما بيتكلم بصوت وخاصة لو صوت عالي بيخرج منه رزاز تقريبا متين في الدقيقة فاحنا قلنا ان الفيروس انت محتاج تتعرض لحوالي الف جزء من الفيروس عشان يعمل الرزاز ده فالالف جزء ده الحياة توفره بحد بيتكلم قدام حضرتك وقريب منك وبصوت عالي والمدة خمس دقائق عرفتوا ليه بقى بنقول محدش يقعد في القاعات لمدة اكتر من خمس دقائق محدش يقعد في قوض الكشف عندنا في العيادات لأكتر من خمس دقائق اش معنى خمس دقائق ان خمس دقائق في مكان مغلق مع حديث واحد بيخرج تقريبا متين جزء في الدقيقة خمس دقائق بقى وصله الالف اللي ممكن يحققوا العدوى عشان حضراتكو بس تتخيلوا العطس واحيانا الكحة الكحة اقل شوية بتطلع بدل مع عشرين وانت بتتنفس وامتين وانت بتتكلم بتطلع تقريبا متين مليون جزء من الرزاز ده في العطس عشان كده خطورة العطس والكحة والتعرض ليهم لان التعرض المباشر ليهم بيبقى عالي ومن هنا بتيجي اهمية الكمامات لانها بتقلل الرزاز اللي خارج من حضرتك والرزاز عشان تقلل العدوى منك وتقلل الرزاز اللي حضرتك بتستقبله عشان نقلل احتماليات العدوى يبقى مش اي حد هيكح حد فوشه او هيطس حد فوشه هيجي له هذا المرض ولكن كمان ومش اي حد هتتكلم معاه وهو عنده المرض ده ومش فلان عنده المرض ده ايه وعمتقربش منه لا ده هو له معدلات للتعرض للجزيئات بتاعت الفيروس عشان يحصل العدوى وعشان كده بنلاقي ان العدوى بين الاطباء بتبقى اعلى وبتبقى كمان قاتلة والنوافيات في الاطباء اعلى لان الفيرل لود الحمل الفيروسي اللي بيتعرضوا له بيبقى اعلى لانهم في مكان مغلق في نسبة كبيرة من المصابين بيطلعوا فيروسات بعدد اعلى وبالتالي الاصابات بتبقى اعلى نرجع بعد اذن خضراتكم لازم ناخد الاحتياطات دي نعرف المعلومات دي الفيروس ينتقل بالرزاز مش اي رزاز لازم نقلل يحصل تباعد قلنا التباعد ده مش بس تباعد مكاني ان انا ابعد تقريبا متر ونص مترين فيما ازياد تباعد زماني زي ما قلنا النهاردة ما تتكلمش مع حد باكتر من خمس دقايق ويمكن اقل التباعد كمان في الصوت لازم الصوت يبقى النبرة بتاعته قليلة عشان نقلل الرزاز كمان الاهم من ده هو عدم الانكار اي ارتفاع لدرجة الحرارة اي من الاعراض التي قد تكون من اعراض المرض يجب ان يتم التعامل معها على انها المرض الى ان يثبت عكس ذلك وحتى اذا ثبت عكس ذلك الكلام اللي بنشوفه كل يوم انا حرارتي عالية يومين ثلاثة ويروح عامل لي شوية تحاليل ويجيب لي بص التحاليل بتاعتي كويسة يبقى انا ما عنديش مفيش تحاليل تثبت المرض ده ولا تحاليل تنفيه التحاليل اللي احنا بنطلبها تحاليل لبيان درجة المرض وشدته عندما تكون مريضا اما انك تكون مريض فهذا بالاعراض والاعراض مجموعة طويلة جدا من الاعراض اللي اعرضتها لحضراتكم في الحلقة السابقة لما قلنا انه مرض بلا كتالوج فهو يحدث الامر وضده ولا مؤشر واضح له حتى هذه اللحظة سوى ان التباعد المجتمعي واستخدام الكمامات يقلل نسبة الاصابة بهذا المرض يقينا اذا كان معنا اتصالات مستقبلها ما كانش نشوف اول فيديو طيب ناخد الاتصال ونحضر الفيديو بعد اذن حضراتكم تفضل يا فن تفضل سالو اي فن السلام علي وعليكم السلام ورحمة الله عزيزيك دي رعادي اهلا بحضرتك يا فن انا حملت عليك من سنين الحمد لله واتبطت اقتل من سنة وقص متجاوز طيب يا سيدي وحملت بعد الجواج في التشهو ايوه وبس فجال بيبي في الشهر السابع اتفتح كيس المية ونزل البيبي وتوفى والدكتور جال سبب فتح الكيس انه هو فيه التحابات في الكيس تمام فن هو ده ثانية واحدة بس ثانية انفجار مبكر لجيب المية السبب الرئيسي له زي ما قال لكم الدكتور حتى من غير ما نعمل فحوصات السبب الرئيسي بالنسبة هو التهابات مش في الرحم حضراتكم دايما في صعيد مصر بتستخدموا كلمة الرحم للدلالة على السقب والمهبل والقناة اللي تحت اللي اسمها المهبل التهابات مهبلية غير معالجة جيدا ده السبب الرئيسي للانفجار المبكر لجيب المية فضلي كملي وبعدين وبعد كده تتوفى البيبو وبعد كده جات في شهر خمسة في رمضان يوم اتناشر خمسة كانت اخر دورة لها كويس وبعد كده عملت اختبار حمل يوم طوانتاشر ستة زهر حمل كويس وراحت للدكتور يوم واحد عشرين ستة عشان تعمل لسماة راح جال لها فيه حق فيه كيس وتعديل يوم خيوم تمانية في الشهر يوم تمانية سبعة راحض له راح جال لها لنبض رسه مظهرش وده حق من كيسان في الباضي طيب حضراتكو هذه القصة اتبعتت لي انا اكتر من مرة صح اتبعتت لي على الصفحة واتبعتت على تليفوني وحضرتك الوقت بتسأليني بعد اذن حضرتك اسمعيني كلامي واجاباتي واحدة ولن تتغير ما رحنا لدكتور تاني بعد اذنك يا دكتور وراح جال ان هو لا ما تاخدش الكريكسان وهو النبض كده لما يشوف الصنار جال ان الكيس ده لي ستة أسابية لكن الطبيعي المفروض مقترد في سبوع السابعة والثامن طيب والصنار ده كان معمول من البطن ايه؟ والصنار ده كان معمول من البطن ايوة على البطن والفوف تمام راح الدكتور جال لا الدكتور واحد منهم جال لا ان تاخد حجن في البطن عشان خطر تزاود الدم والبيب يعني الكيس يكبر والدكتور التاني جال لا انت ما تاخدش حجن كلكسان بس عملت اختبار حمل رقمي وعملت من بارح اختبار حمل رقم وقلت عالي بعد ومين عمل اختبار تاني ونشوف لو الرقم بيزيد يبقى كده الكيس كويس بس الموضوع النبض ده ما ظهرش لكن جال لا انا شايف على الصنار ان الكيس ده جدام بزا ستة أسابيع لكن الوضع الطبيعي في الحامل انه مفترض في الاسبوع السابع او الثامن طيب فندم هو حضرتك ما سألته شوه المفروض هي الوقتي في الاسبوع الكام ما سألته احجن له هو على الصنار بيان عندي انه هو ستة أسابيع لكن في الطبيعي المفترض في الاسبوع السابع او الثامن طيب يعني الرجل عايز يوصل لكم ان حجم الكيس اصغر من المفترض عايز يوصل لكم كده وصلت لكم ولا لأ عايز يمهد لكم عايز يمهد لكم طيب انا هجاوب حضرتك حاضر والاجابة دي للمرة التانية لان انا جولي الاتصال بطريقتين ما جاوبتش عليهم لان كنت جاوبت مرة فهديني هجاوب هول مرة التانية للمرة الالف في هذا البرنامج اي اطمئنان اولا الحؤن لتحت الجلد لا علاقة لها بضعف واجهاض الاسابيع الاولى من الحمل من قريب او بعيد واخدها لا يضر باي شيء لكنه لا يفيد باي شيء نقطة النقطة التانية بقى اللي قلناها اكتر من الف مرة في البرنامج ده مفيش مانع نقولها الفين وثلاث تلاف وهي ان الاطمئنان على حمل غير جيد وغير مطمئن في اوله يستدعي تلات خطوات وتكرارهم دي الخطوة رقم اربع الخطوة رقم واحد عمل اختبار حمل رقمي في الدم الخطوة رقم اتنين عمل صونار مهبلي وليس من البطن الخطوة رقم تلاتة ان يكون من يجري هذا الصونار هو طبيب جيد مشهود له بالكفاءة الخطوة رقم اربعة تكرار التلات خطوات دول بعد عدة ايام واضحة هيه عمل اختبار حمل رقمي في الدم الصونار اللي اتعمل من البطن ده لا قيمة له يبقى لازم صونار مهبلي تلاتة ان اللي يكون بيجري الصونار يبقى طبيب مشهود له بالكفاءة اربعة ان الخطوات دي كلها نقوم نكررها بعد عدة ايام عملنا الخطوات دي يوم السبت فنقوم نكررها يوم الاربع مثلا يوم التلاتة الاربع وهكذا نقوم نقدر ناخد رأي قاطع في الحمل وجودته هذه السيدة اذا كانت اخر دورة يوم اتناشر خمسة فمفترض انها الوقتي تبقى ما بين الاسبوع السابع للتامن وعند الاسبوع السابع او الثامن بصنار البطن اللي هو مش دقيق اوي مفترض ان يظهر جنين ويظهر جواه نبض حيث السنار يرى مهبليا كيس الحمل عند اربع اسابيع نفس السنار من البطن يرى كيس الحمل عند ستة اسابيع السنار مهبليا يرى في تلبول بداية تكوين جنين عند الاسبوع الخامس بالصنار المهبلي ولا يرى الا عند الاسبوع السادس بصنار البطن يعني كل الاحداث يراها سنار البطن متأخرا عن السنار المهبلي اسبعين لانه اقل دقة وبالتالي السنار المهبلي هو الاكثر دقة السنار المهبلي يلاحظ نبض الجنين بدءا من الاسبوع الخامس وقد يتأخر لماكسمم لاقصى قدر عند الاسبوع السادس بينما سنار البطن قد لا يدرك النبض الا عند الاسبوع الثامن وبالتالي سنار البطن اقل كفاءة واقل توضيح واقل اعتمادا عليه والدكتور قال لكم بوضوح تمهيدا أن يقول لكم الحقيقة في الزيارة القادمة بس لما تبقى تحت إيده إثبات أن كيس الحمل حجمه صغير ولم يظهر داخله جنين ولم يظهر داخله نبض وهذا من المفترض أنه كان يبان فروح أعمله اختبار الحمل الرقمي وتعالوا من نشوف ونقول تمام؟ أما أخذ الحقن لتحت الجلد لا ضرر منها على الإطلاق ولا فائدة منها على الإطلاق فهي تزيد من سريان الدم في المشيمة ولا توجد مشيمة تكونت قبل الأسبوع العاشر الحداشر وهو نهايات الشهر التالت وبالتالي أخذ هذه العلاجات في الأسابيع الأولى من الحمل لا ضرر منه على الإطلاق ولكن لا فائدة منه على الإطلاق هل معنا اتصال آخر؟ يلا عليكم السلام بحياتك دكتور عيدة العامل إيه؟ أهلا بحضرتك الحمد لله أولا أنا قبل ما أتكلم في مشكلتي أنا بشكر حياتك جدا على المكهود اللي حياتك تعمله معينا يعني أنا عايز أقول لك أنا بتالحاتك بقالي فترة طويلة وتقريبا بقى عندي معلومات كتيرة جدا جدا يعني عمد لله ربنا يجازيك عننا خير ويزيدك من فضل وعلم يارض ربنا خليك في بعض المريضات الملتزمات الحقيقة يعني بيجوا تكلموا معايا كلام طلبة كلية الطب يعني ممكن ما يعرفوش قلوب هذه الإبداع والروعة يعني متشكرا لحضرتك تفضلي أعطي يا فترة حياتك والله دي أقل حاجة آلي بصي دكتور أدواتي أنا عمري 43 سنة أي فترة متزوجة بقالي بالضبط سنة ونص وما سبقش لي الزواج قبل كده ما حصلش حام للغاية دلوقتي بعد أربع شهور أنا قلت لقيم طبعا السنة أنا عارفة أن السنة بيأخر شوية فبدأت أسعى في أني أنا أعمل حقن مجهري تحليل المخزون كان كام يا فندم؟ المخزون؟ المخزون كان 96 من 100 96 من 100 ده عند بداية سعيك يعني عند سن 42 سنة لما بطلت تروحي بالضبط كده آه لما رحت أعملت حقن مجهري معلش أنا باخد ناصية الحديث لأن عايز أروح للنقاط المهمة لما رحت تعملي حقن مجهري طلعت كم بويضة؟ طلعت 11 هو قال لي هنعتبرهم 10 لأن كان فيه واحدة صغيرة قوي مشوهة فقال لي لا هم يعتبروا 10 بويضات فالدكتور بتاع المعمل قال لي العشرة كويسين احنا انتقينا منهم سبعة بجودة عالية اتخصب منهم ستة كويس زرعت ثلاثة فريش وتلاثة مجمد حلو والأسف يعني ربنا ما أقردش في الخطوطين يعني في الخطوطين يعني نقلت الأجنة الفريش ما حصلش حمل ونقلت الأجنة المجمدة كمان ما حصلش حمل بالضبط تمام وآخر محاولة الأجنة المجمدة دي بقالها كام شهر؟ دي كانت في شهر ثلاثة انا يعني بعد ما تابعت مع الدكتور الدكتور بتاعي هو قال لي انت طويض عندي كويس والدنيا كويسة فاحنا ممكن نستنى بس أنا اللي مش عايد تستنى لإن أنا عارفة أن نستنى بيكبر وجودة بغيبات ممكن تقدر تقل معي ايه فأنا أرجع تعد التحليلات تاني ممكن أقول حياتك النتائج الأخيرة اه تفضلي اه تفضلي طلع عندي الـ FSH 6 و 66 من 100 ايه الـ LH طلع 10 و 7 من 100 ايه الـ Prolectin طلع 24 و 6 من 10 ايه الـ E2 طلع 132 و 4 من 10 ايه تمام الـ Progestron طلع 1 من 10 وده تعمل في أنهي يوم ده في اليوم الـ 21 تمام وماذا قيل لحضرتك تعليقا على هذه التحليل اه أنا رحت الدكتور غير الدكتور اللي أنا كنت بتابع معاه وقال لي بالنسبالك يعتبر التبويد فيه مشكلة وقال لي أنصحك أن انت تلجأي للحقن المجهري ما تضيعيش وقت كتير فقلت له طب يعني هلل يعني أنا لو انتظرت للحامل الطبيعي هل ده مستحيل قال لي لأ هو مش مستحيل مش حاجة مستحيلة ولكن أنا أنصحك أن انت بس يعني المكاننا نروحت له هو مكان بيعمل مركز بتاع حقن المجهري تمام تمام فاخدوا حضرتك إلى الحقن المجهري حاجة حضرتك تقولي كده لأن ده شغلهم وبالتالي ما كانش عندهم لا وقت ولا مجهود ولا رغبة إنهم يعملوا أي محاولة للحامل الطبيعي ولا تحسين لأي شيء هو بصراحة أنا زوجي طبيب وهو يعني يسمع حياتك كثير وامتابع حضرتك فهو قال لي يعني حيطة الهرمونات وتأخر الإنجاب وكده الحاجات دي هو دكتور عيد اللي يفيدنا فيها فأنا لما مارك نونوا أوفندم أصانع عشان أفتتكم هقول الحقيقة كما عرف عني ولما بقول الحقيقة حضرتكو هتزعiner لا أنا مش هزعiner انا مؤمنين بالله وهمهم بالله كلهم بيقولوا كده كلهم بيقولوا كده أول ما بيخشوا عندي أنا عايزة أعرف أنا محمل الشيء أول ما أقول لها الحياة تبضل تعيط وتدبضل في الأرض لا أنا عارفة أنا عارفة إنه عشان السن أنا دي حاجة لا لا أنا بعيدة عن السنة فاندم حضرتك إيه اللي تقال لحضرتك بالنسبة لتحليل المخزون قالوا لي هايل يا فندم تحليل المخزون ده أعلى مما يجب أن يكون بالنسبة لسنك كويس تمام دي ميزة لا يا فندم مش ميزة لا مش ميزة لأنه عالي علوه مرضي لأن الحاجة الوحيدة اللي بتعلي تحليل المخزون عن الطبيعة بتاعه هو أن الستة تتبقى مريض بتكيس مبايد وحضرك عندك تكيس مبايد واضح صارخ في التحليل تمام وهذا التكيس لم يحدثوك عنه ولم تسمع عنه وبالتالي مريضات تكيس مبايد حيث الله عدد بوايدات كتير بنضوح قليل يعني العشق بوايدات اللي اعتبروا كتير اه فندم كتير بالنسبة لسنك طيب أنا لما أنا عملت سونار فوردي وفي السونار قال لي مفيش أي حاجة هل الفوردي بيظهر فيه إذا كان في تكيسات ولا لأ تكيس المبايد خلال هرموني يحكم عليه تحليل الهرمونات يعني من خلال الهرمونات دي يبقى فيه تكيسات ثانية واحدة بس ثانية واحدة أنا بقى أجاوب أقول لحضرتك الـ LH اللي عشرة فيه ما فوق ده تكيس مبايد الـ E2 بتاع حضرتك الـ 130 ده مش مظبوط ومش حلو والـ E2 ده معناه أنه هم بيعملوا سونار في مرحلة الدورة دي كانوا حيلاقوا كيس على المبيض كيس مائي والدليل على كلامي ده أن البروجستيرون قليل جداً أنه ما فيش تبويض لحالك رغم أنه بيقولوك الله ده المخزون هايل تمام وبالتالي المشاكل دي أنا ما قلتش متى الجايش لحاكم المجهري بس المشاكل دي يجب ضطها قبل اللجوء لحاكم المجهري عشان ما نطلعش عدد كثير بجودة سيئة وفرص حدوث حمل قليلة تمام يبقى الـ LH ده مرتفع وارتفعه ده اسمه تكيس موبايد لا أنت ما عندكيش تكيس هم ما هيقولوا كده عشان يغبوك الشهر الجاي تعملي تمام طب وانا ليه بقى التبويض أنت حضرك عارفة الـ Progesterone 1 من 10 ده معنقى ايه؟ المعنقى ايه يعني حد بص فيه قالك ايه؟ قالك ده عندك مشكلة في التبويض أنت حضرك عارفة الـ Progesterone ده المفروض يبقى كان؟ قالوا لي المفروض أنه هو أقل حاجة يبقى 2 أقل حاجة يبقى 2 ولما يبقى 2 يعني نقول نه كويس؟ ده اللي تقل لي من الدكتور ده اللي تقل حضرتك طب ايه رأي حضرتك؟ أن طلبة كلية الطب أقسم طلبة كلية الطب هيجاوبوا إجابات مختلفة وكلهم يعرفوا الحقائق اللي أنا هقولها دي إن البروجستيرون تحت ثلاثة معناه إن ما فيش طبويد إن عدام طبويد وما بين ثلاثة العشرة معناه طبويد سيء فرص حدوث الحمل منه قليلة وجودته قليلة ما بين ثلاثة الكام؟ لعشرة تمام؟ ما فيش حاجة اسمها أقل حاجة اتنين حضرتك هتلاقي المعمل أساساً كاتب إن أقل رقم هو مسجله عنده واحد وسبعة من عشر ومن غير ببص نتائج المعمل حضرتك هتروح تبصي بس راجع ورايك هتلاقي واحد وسبعة من عشر هتلاقي اللي أنا بقوله ده تمام؟ على فكرة واحد من عشر اللي بتاعت حضرتك دي عارفة هتلاقيها فين؟ هتلاقي المعمل كاتب قدام البروجستيرون فوليكلر ميد سايكل ليوتيال وبعدين كاتب بوس مينوبوزل هتلاقي واحد من عشر دي موجودة ببوس مينوبوزل عارفة بوس مينوبوزل يعني إيه؟ كلام اللي بقوله صح قدام الناس كده أهو على الهواء كلام اللي بقوله ده صح؟ ولا أنا غلطان؟ لا صح طيب واحد من عشر دي موجودة فين؟ في الرينج بتاع بوس مينوبوزل عارفة كلمة بوس مينوبوزل دي يعني إيه؟ يعني سيتك الدورة قطعتها وعندها سن يأس والمبيض ما بيشتغلش يعني مبيض حضرتك اللي بقوله لك ده هايل وطبيعي وممتاز وما حصلش واخترنا لك بوايضات جودتها عالية وحضرتك كنت قاعدة مستبشرة جدا وقلت ده أنا حنزل أشتري هدوم البابي أنا أكيد ححمل هم يعلموا علم اليقين إن كل الكلام اللي بيقولوه ده ليس حقيقي طبعا؟ ما بيخرجش ليه؟ بسبب الـ LH العالي والـ LH العالي ده ما نوطيه دكتور لا ما فيش حاجة اسمها نوطيه اسمه تكيّس مبارد طبعا؟ يبقى يجب حد إيه؟ يتعامل مع ده ما قلتش إنه لما يتعامل مع ده أكيد سيحدث حملة طبيعي ما قلتش كده وما قلتش إنه أكيد حتى حينجح الحكم المجاري الحملة بياد الله سبحانه وتعالى طبعا؟ ده حاجة الحاجة التانية بقول لحضرتك بس حضرتك قلت إنه التحليل دي معمولة من شهر 3 أو 4 تحليل الـ E2 المية حاجة و 30 ده حضرتك هتبصك هتقولي ده في الرنج الطبيعي ده المفروض المكتوب في المعمل إنه الطبيعي في الفوليكي الارفيز اللي أنا عملها لحد 190 180 200 كل معمل ويختلف ده أنا 130 ده أنا في الرنج الطبيعي آه بس 130 ده عالي ومعنى إن المبيض ده كان عليه كيس على المبيض لو حد عمل صونار كان حيلاقي كيس والكيس ده من إيه؟ ده خلل بسيط أيوة ليه حصل لي الخلل ده؟ لإن أنا خدت منشطات وأنا متكيسة آه هو فعلا أنا على فكرة التحليلات دي أنا عملتها بعد الحقم التاني أنا لقيت الأرقام اختلفت من التحليلات اللي أنا كنت عاملها قبل الحقم اختلفت عاما بعد الحقم وده اللي خلني يعني أنا بقيت شكة إن هالي الهرمونات فعلا أنا خدتها في وقت الحقم المجهاري هي اللي عملت الخلل ده ولا لأ لا معلش أنا إجاباتي إيه؟ عشان واضحة وقاطعة وبتريح مفروض يا المفروض بقى نعمل إيه دلوقتي؟ المفروض أن نصلح هذا الخلل الهرموني قبل السعي للحمل اللي ممكن يحدث طبيعي لكن الأفضل لجوء الحقم المجهاري لأن السن وحده عامل سلبي حتى لو كان التحليل كلها كويسة وهي مش كويسة تمام؟ لأن السن بيقلل من جودة قلب ويضات تمام؟ لكن يجب أن نسعى لأن فيه أمل وفيه فرص ويجب أن نستغل هذه الفرص بس الاستغلال الأمثل تمام؟ استغلال الأمثل ده يجب عشان نعالج مشكلة المريض المصري أنه عشان نعالج لازم نعترف أن فيه مرض وعشان نعترف أن فيه مرض لازم عين أمينة ترى التحاليل وتجيب على الأسئلة فما نلاقيش واحدة البروجسترون بتاعها واحد من عشان الله أنت عندك مشكلة بسيطة كده في التبويد يعني لا فندم ده ما بحصلش تبويد الأخير يعني أنا متوقع الإجابة بس أحب أسمعها من حضرتك هو الدكتور قال لي اللي أنا لسه رايحوله من فترة قريبة قال لي إحنا هنخش نعمل عملية حق نمجهاري هنجهزك لعملية حق نمجهاري فقلت له طيب بالنسبة للهرمونات اللي فيها مشكلة والأرقام اللي مختلفة دي هل ليها علاج؟ قال لي لا 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 ما لناش علاج وما تنفعش وإحنا نخش على الحقنا على طول طيب طيب قلت له طيب الهرمونات دي ما تأثرش على نتيجة العملية؟ قال لي لا طيب حضرتك ببساطة جدا حضرتك ست متعلمة هون حضرتك كده وحلقة الجاية ممكن تطلبينا كده اكتبي كده هاي إل إتش هتلاقي على طول أول هاي إل إتش يطلع على الإنترنت كلمة بي سي أو أو تكايز مباعد بوليسيستيك أوفيريان ديزيز فاكتبي كده بوليسيستيك أوفيريان ديزيز and إجزي إجزي اللي هو راح تريدك راح تعمليه حقنه مجهاري هيتلاقي مكتوب القاتي إذا القاتي اللي مكتوب غير الكلام اللي ما نقوله ده يبقى أنا ما أصلحش للتدريس يعني تمام؟ هتلاقي مكتوب القاتي إن الهاي إل إتش وإن العينين بتوع البي سي أو لما يتروحوا يعملوا إجزي هيحصل لهم بور رسبونس استجابة قليلة وإذا زودنا الجرعة هيحصل لهم أوفر رسبونس يطلعوا هاي نمبر أوف إج ب不ور كواليتو في إجز فالفيرتلايزائشن ريت حيبقى لو والإمبلانتيشن ريت حيبقى لو والأبورشن ريت حيبقى هاي والإمبروفمينت أوف ديس هرمونال برامتر ن LIVE بقول لها الكهرب اللي حتلاقيه تمام؟ طب معنش يا دوسر هي تكييفنة المدى دي بيبقى ليها أسباب ولا هي حاجة لوحدها بتкоїه كده لا فاندب ليها أسباب ليها أسباب واحد إنها استعداد وراثي طبعا المصريين أكثر شعوب الأرض جدلا محدش في عائلتنا يا دكتور عنده استعداد وراثي يعني ربنا خالق الست جسمها عنده وهذه استعداد لهذا المرض اتنين استعداد وراثي لإصابة بالسكر في العائلة تلاتة زيادة في منطقة أسفل البطن حديثة في الشهور الأخيرة إلا حضرتك لما حصلت قلت بسبب الهرمونات اللي الدهالي وقت للحقن المجاري ده حصل ده آفاندم أنا متأكد أنا مستنيك تقولي حصل فعلا أيوة حصل فعلا آه متأكد وحصل كده وإنتي قلت كده مش بس حصل إنك زدت في الوزن قلت لأ ده أنا زدت بسبب الهرمونات اللي هم الدهالي وأنا مش عارف شعري بقى يقع كتير الأيام دي ليه مالوش تفسير جايز من الحالة النفسية لكن الهرمونات يا دكتور لو اتعاملت في فترة الحالة النفسية فيها مش كويسة ما تأثرش الحالة النفسية على نتائج التحليلات بتاعت الهرمونات دي؟ لا علاقة لها من قريب أو بعيد وأنا قبل ما حضرتك تقولي أمت قايل حضرتك حتقولي الحالة النفسية أمت حضرتك على طول أمت رضالي زي لعبة البنك بونك يعني حضرتك إيه؟ حتى كلامي ما خلكيش تتراجعي وتقولي لا لا دواخد باله وحط حد قدامي علشان يحجم اللي أنا عايز أقوله لا كمان أنا مضطرة أصلي مش ممكن لا هي هي حالتي النفسية بها تفضلوا أنا متشكر لحضرتك جدا انتصالك دا الحقيقة يعني أسعدني أسعدني ليه؟ لقد داني فرصة أن أثبت للناس أن أنا أعرف ما يقولوه قبل أن يقولوه للأسف كالعادة يعني وما قيل لحضرتك أعلمه وما قيل يوم سحب البويضات أعلمه ومستعدة سمعه لحضرتك وما قيل يوم نقل الأجنة أعلمه ومستعدة سمعه لحضرتك وعارف في خلل بسيط في التبويض احنا ما نزبطش حاجة احنا نخش على طول نعم الحقن المجهري يجب ضبط هذه الهرمونات لمدة دورتين على الأقل قبل اللجوء للحقن المجهري ويجب التعامل مع حد يقول الحقيقة وكلام علمي معنا اتصال تلفوني أخر تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام يا أستاذ دكتور عادل أقول لحركة أنا عند بنتي عندها 13 سنة أيوة طيب هي الأول حصلها بلوغ الأول يا أستاذي ولا لا هي لسا الدورة من الزلتش عندها 13 سنة طيب لا ما هو وارد ما أنا عارف إن سمعت عندها 13 سنة وارد الدورة تنزل من 19 سنين طيب هل في علامات أخرى للبلوغ بعيدة عن الدورة سمعت إن الدورة من الزلتش يعني اه في علامات عن السدر الكبر شوية ابتدى يزهر شعر تحت القبط شعر في منطقة العانة أيوة تمام وهي في الفترة الأخيرة دي وزنها حصل فيه إيه زاد قوي ولا نقص قوي ولا إيه بالزاد أو وزنها معتدل هي 47 كيلو تمام بالنسبة لسنها ده مش قوي فبس ابتدت لحظه إن شعر رأسها بيقع بشرتها دغنية شوية ابتدى بقى فيه شعر يطلع في جسمها اه بس شعر زيادة قوي يعني شعر زيادة قوي بقيت مش عيرة قوي اه اه فروحنا للدكتور نيسها فطلب منها هرمونات فعمل الـ LH تلع 16 وتوتل تستيرون تلع 88 من 100 والـ FSH تلع 6.5 فقالنا ده يعني التكايز مبايد عنيف مزبوط هو التكايز مبايد واضح وبادي بدري اه يا مدام أمل LH مبايد عالي اسمه التكايز مبايد اتفضل يا فنان اتفضل فالمشكلة بقى اللي احنا روحنا لاتنين ده كاثرة كله دكتور برأيه في العلاج واحد قال ان هي هي طولها 146 ايه 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 ولو بتزينا نديها علاج تكايزات مبايد هتنين طولها كده مش هينفع يعني مش هزيد في الطول بعد كده تمام هو يقصد يا فندم انه ناوي يديها هرمونات تعويضية من بره يعني ويقصد انه هرمون الانوثة لما منديه من بره بيعمل حاجة اسمها بريماتيور كلوجر أوف زا إبيفيسيز يعني يخلي العظم ما ياخدش اقصى طول متاح له بس الكلام اللي بيقوله ده رغم انه نظريا صحيح لكنه على ارض الواقع مش صحيح لان الجرعات اللي بنيديها جرعات اقل كتير من انها تعمل الكلام ده اتفضل وبعدين بس فقال نديها حوالي الاول اسمها زولا ديكس تلات شهور عشان الايه الهرمون التستروني ال وبالتالي تطول شوية وبعد كده نبتدي نعالج تكيبسات المبادر روحنا الدكتور تاني قال لا الكلام تغلط علميا لا لا لازم تده الاول تدهها ديان ثلاث شهور بعد كده ياسمين ثلاث شهور هي المفروض ديبقى تبلغ ومناش ده عضو الطول ومش عارفه مزبوط فهن مزبوط هو اعطاء الزولا ديكس ده انت عارفين الزولا دي حقنا غالية جدا دي بتوقف هرمون الغدة النخامية خالص الـ FSH والـ LH بنوقفهم خالص فالمبيض ما بيشتغلش خالص ويعني ده كمان ده بيعمل هشاشة عظام وحقنا غالية وما منقدرش نكررها يعني أنا بس عندي ردود كتير قوي على الرأي الاولين اللي تقال ده تفضل بس بحالة ستشير حضرتك بقى يعني مفروض ديعم معي هل نمشي يعني ندي الضيان ثلاث شهور يعني ندي الضيان ثلاث شهور زي ما ديكتور قال هو التحليل دي تشير لوجود تكايص مبايد نعم تمام بس لازم كمان يتعاون معانا ده كترة أطفال بتوع غضة صماء علشان يقيموا إنه معندهش أي مشكلة هرمونية أخرى تمام على البصن ترعن فياش حاجة ده الدكتور لا لا ده ده سونار لا لا إحنا عملنا دكتور بتاع النساء واسحنا ترعن لما دكتور أطفال الأول هو لطلب التحليل دي أيها ماشي يعني ودكتور الأطفال استبعد أي مشاكل هرمونية أخرى طيب إذا كان استبهد أي مشاكل هرمونية أخرى التحليل دي تشير لتكايص مبايد من درجة عنيفة وفي ارتفاع في المقررات على فكرة هرمون الزكورة بتاعها طبيعي حضرتكم ما سألتوش الدكتور أنت طلبت هرمون الزكورة وطلع طبيعي مع ذلك عندها أعراض زكورية واضحة قوي إزاي؟ يعني في تفسير للكلام ده أنا هفصل لحضرتك بس يعني ما جاش على بالك السؤال ده هرمون الزكورة اللي انتو عاملينه طبيعي خالص ومع ذلك البنت عندها أعراض زكورية شديدة جدا صح؟ هقول لحضرتك هرمون الزكورة طلع 88% والطبيعي النورمال طلع في التحليل 48% آه بص يا فندم هذه البنت عندها تكايص مبايد من درجة شديدة عشان الـ LHL عالي ده بيخلي استجابة الجسم ومصيلات الشعر لهرمونات الزكورة ارتفاع بيبقى استجابة عالية اللي انا سمعتوا من حضرك ان هرمون الزكورة 88% مش عارف ده في الحدود الطبيعية ولا لأ لأ اصل انتو كمان مش عارف ده توتل ولا فري تمام؟ لكن اذا كان اعلى من الطبيعي يجب استبعاد اي سورس اي مصدر اخر مزود هرمون الزكورة اذا استبعدنا وانا بيأكد عن النقطة دي لازم من دكتور اطفال تخصصه غضة صماء يستبعد اي مشاكل اخرى في هذه الانسة قبل ما احنا نخوط في علاجها اذا قالوا مفيش مشكلة والمشكلة تكايس مبايد بس وتكايس مبايد من درجة شديدة كده يجب اخذ علاج لضبط هذا الخلل الهرموني اللي منها الادوية اللي الدكتور قال لكم عليها منها اقراص اللي بتبتدي بحرف دي دي انا موافع عليها بعد استبعاد اي خلل هرموني اخر من طبيب اطفال تخصصه غضة صماء ممكن بعد اذن حضراتكم نشوف اخر صورة انا بعدتالكم قبل يعني ممكن نخلي اخر صورة دي طب ناخد الفيديو ناخد الفيديو رقم واحد سريعا كده الفيديو بتاع التباعد المجتمعي وبعدين نخلي صورة الدكتور ايوة دي نظرية الاوراق الدومنو لو واحد فيهم وقع هيوقع كل اللي وراه ويوقع كل الصف وكل الدور لما يبقوا قريبين من بعض ده الكوفيد ناينتين ده فيروس الكورونا لما يجي ويصيب واحد وهو متباعد عن الحواليه فاذا اصابه يوقع دا المصاب والباقيين ما يتأثروش لكن اذا كات الناس قريبين لبعضه ومرصصين ورا بعض هذا الفيروس اذا اصاب واحد بتقارب الناس سينتقل من واحد للتاني للتالت فيحصل هذا الدومنو اوفيكت وينتشر انتشار شديد فلو سمحتوا خليكم فاكرين الفيديو ده كل ما الناس تبقى قريبة من بعض كل ما الفيروس اذا اصاب واحد ينتقل للناس كتير قوي واذا بعاد عن بعض اصاب واحد يبقى الباقيين في امان وهذا ما نعرفه بحاجة اسمها معامل العدوى معامل العدوى ده اللي هو الشخص المصاب بينقل العدوى لكم شخص وهو الرقم السحري واللي ممكن تشوفوه في اخر مقالة لي اتنشرت في موقع المصر اليوم وهو الرقم الذي نرغب في ان يصل الى رقم واحد صحيح والذي كان عند بداية الجائحة في مصر ومنذ شهر كان تقريبا واحد واربعة من عشرة يعني كل مية شخص مصاب بالفيروس بينقلوا العدوى لمية واربعين شخص فكانت الدرجة شديدة جدا للانتشار قل معامل العدوى عشان كده بتلاحظوا الحالات بتقلوا والارقام بتقلوا وان شاء الله ستقل ورقم معامل العدوى الان هو اقل من واحد واحد من عشرة وتقريبا واحد وسبعة من مية واحد وتمانية من مية يعني كل مية شخص بينقلوا العدوى لمية وسبعة مية وتمانية وقريبا وقريبا عاجلا وحتلقوا ده في المقال يعني خلال أسبوع عشر تيام نرجو يا رب يكون أسرع سيصل معامل العدوى في مصر إلى واحد يعني كل واحد ينقل العدوى الواحد عندها ستبدأ الأرقام في الانحصار بصورة واضحة ومرضية لحضراتكم وحضراتكم اللحظين الأسبوعين اللي فاتوا عدد الحالات وقسوتها وشدتها أقل ونتجه نحي الأقل ونرجو من الله أن يستمر فضله علينا وأن التقارب المجتمعي للناس عما لا تعمله وأن عدم الالتزام بتاع الناس ما يرفعش معامل العدوى التباعد المجتمعي مهم جدا قبل ما نختم قبل ما نختم نشوف الصورة الأخرانية بعد إذن حضراتكم شهيد جديد من شباب الأطباء الدكتور ريمون عماد المدرس المساعد بقسم البطنة بكلية الطب الفيوم كلية الطب الفيوم دول زميلنا ومنبثقين من الأسرعيني ولهم عندنا كل التقدير الدكتور ريمون توفي بعد شهر من المعاناة مع مضاعفات هذا الفيروس مع عندما أصاب رئته بالأمس ساعة واحدة صباحا نشر موقع المصري اليوم مقال للدكتور إبرام زميل ريمون وهو مدرس بقسم أمراض البطنة بكلية الطب الفيوم والذي تعافى من مرض الكورونا وكان في نهاية المقال يدعو بالشفاء لريمون اللي كان بالفعل توفي بعد قبل نشر المقال بعدة ساعات ويؤمن بالدعوة وأرجو من حضراتكم تأمين الدعاء لزميلتنا العزيزة الدكتورة وسام الديب ربنا يا ربي يشفيها ويعافيها التي ما زالت تحارب هذا المرض لها شهور على جهاز التنفس الصناعي ويدعو المقال كان للدعاء للدكتورة وسام وأنا أدعو لكل من يشاهد هذا البرنامج أن يتوجه بأكف الضراعة ويرفع لله سبحانه وتعالى أن يشفيك يا وسام بكل حاجة كويسة عملتيها وأدبك وأخلائك ورعايتك لمريضاتك وكل أهل الفيوم يعرفوا من هي وسام الديب كل التحية والتقدير لكل الأطقم الطبية والمجد لشهداء هذا الوطن ولشهداء الأطقم الطبية كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالعلم والمعلومة الصحيحة أجينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب بشرة جديدة وأمل جديد ودايما دايما دايما يفضل بنا بشت خير محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوها تهول الحمل دي نعمة وقايا محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوها تهول الحمل دي نعمة وقايا